السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في مطبخ ام التوأم نتمنى تكونوا بخيروا على خير في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحدة طرطة اللي غادي نفرحوا بها وليدتنا والعائلة دينا واللي غادي تكون بدون فرن وبدون جنواز وبدون كريمة سائلة ولا شنطية ومتكون باربعه ديال الطبقات واللي غادي تكفيل اكثر من عشرة ديال الاشخاص وسهلة في التحضير اذا بسم الله على بركاته الله اندوز نشوفو المكونات وطريقة التحضير بالنسبة المكونات ديال هاد الكيك غادي نحتاج هنا 250 غرام من الدقيق الابيض عندي دقيق لجميع الاستعمالات غادي نحتاج 180 غرام من السكر حبيبات او السكر ساندة 200 ميليليتر من الحليب يكون حليب كامد دسم وبحرارة المطبخ 120 ميليليتر من الزيت النباتية ما يعادل كأس الا ربع من كأس العنبة 60 ميليليتر من الماء الدافي ما يعادل نصف كأس من كأس العنبة ثلاث بيضات ويكون حرارة المطبخ هذا عندي البيض كبير اذا كان البيض صغير خده اربعة 80 غرام من الكاكاو المر خميرة الحلويات وزن 15 غرامات قبصة ملح لتصحيح الدوق وملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة هاده هما المكونات ديال كيك ندوزو لطريقة تحضير دendre what you need 30Express 30Express 30 الواقب نضيف عليهم سكر ساندة نضيف المكونات بالطرب الكهربائي نضيف الزيت بالتدريج نضيف الزيت نضيف الحليب بالتدريج نضيف المكونات كاملة نضيف الفانيلا السائلة نضيف ملعقة صغيرة و لا يتوفر على الفانيلا السائلة نضيف كيس من السكر بانيلا الوزن 8 جرامات نضيف حليب نضيف حليب نضيف حليب نضيف الكاكاو على الدقيق نضيف حليب 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 الماء الدافئ ونخلط ودور الماء الدافئ يجعل الكيك لا ترى كما نرى الكيك نرى الكاكاو نحصل على هذا الخالط يكون خفيف نقسم على أربع زلايف يكون بشكل متساوي تكون المقلات تجعل المقلات الماء الهرب تفضل في ماء الان اضع الامر قليلا تخاف ثم وضع ماء الان يمكنك أن تضع قياس المقلات 23 سنتيمة نغطيها ونجعلها الطب لمدة 5 دقائق حتى نرى الجوانب طابو نعرف بأن هذه الكيكة طابت نمسح الغطاء من الماء المساعدة نقوم بها نقوم بها ونجعلها تقريبا دقيقة ونفتها لان تأكد من هذا الطيب ونقوم بها نقوم بها كيكة من الممكن نحن نجعل للخالط ثاني ثالث والرابع نضيف الزيت ونضيف الخليل من الحليب نضيف الخليل من الحليب نضيف خلي البخار نضيف الخليل من الوقت نضيف الخليل من الوقت ثم ندخل الثلاجة تماماً نصف ساعة كما تلاحظوا يأتي خفاف ورطبين ثم نحضر كريمة الزبدة ثلاث بيض ثم نحتاج 130 جرام من السكر حبيبات ثم نحضر كريمة الزبدة ثم نحضر كريمة الزبدة ثم نضيف سكر ساندة تبدو الكيمية السكر نخطي يخطي تضيف لا يهمك السكر نضيف نضيف ثم نضيف ثم نضيف تحرير الحرارة و تستطيع كبير نضيف الزبدة بالتدريج نقوم بتطرب الكهربائي ونجمع الجوانب ونقوم بتطرب الكريمة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الكاكاو نضيف الكاكاو اضيفك الكاكاو اضيف كاكاو خلط في كما تقليل خلط جيدا تجنس المكونات كاملة مع بعديتها تحصل على هذه الكريمة تكون متماسكة وبهذا اللون المرغوب هذا اللون هو الذي يريد أن تحصل عليه سوف نضعه في تلاجة تتبرد قليلا في الوقت اللي سوف نحضر فيه بالنسبة للمقادر سوف نحتاج فيه كأس إلا ربع من السكر حبيبات ونضيف كأس من الماء الماء العادي وضعتهم في أحد الكسرونة وشعلت عليهم النار سوف نخلط جيدا حتى دب السكر مع الماء ونجعله غير واحد شوية ثم نضيف السكر ثم نضيف السكر فانيلا ثم 8غ نضيف يد افامة ثم نضيف النار سوف نضيف كأس من الماء ثم نضيفال زيزء ثم نضيف الزائف ثم نقوم نضيف التلاج ثم نضيف كأس ثم نضيف السكر أخذت طبق وضعت عليها القليل من الكريمة لكي تشدلي عليه الطرطة ونسقيها بالسيرو من بعد ما برد بهذا الشكل وليما تسقيه بالسيرو تسقيه بالحليب ونضع كمية الكريمة من الفوق ونبسطها جيدا فوق الكيك وبالنسبة لكيك المقلات إذا تحتفظه في المجمد والذي تحتاجه ستخرجه وتزينه سيبقى جيدا جيدا لا يخسر وضعت طبقة الثانية الكيك من الفوق ونسقيه بالسيرو حاولوا تسقيه لكيك الرطب وضع طبقة الثانية الكريمة من الفوق وليما تريد كريمة الزبدة تستعمل غير الكريمة سوف تكون فيها نسبة الدهنية عالية سوف نساوي لها الوجه ونضيف وضعت طبقة الثالثة الكيك وليما تريد كريمة وضعت فيها الزبدة نسمتها بالطورن للوز وليما تريد كريمة ونسمتها بالطورن للوز تستعمل بين الكريمة وكيك تستعمل وضع أو القرقع في الوسط وضع الطبقة الرابعة والأخيرة والطبقة الرابعة ونساوي كم المزيدة وضعت طبقة فأموضة واجز والطبقة وضعت طبقة ثلاثة ونصر وكانت طبقة تبرد ونساوي وكانت طبقة وضعت الكريمة من الجوانب وضعتها من الفق نقضها جيدا ونفينها جيدا نحاول التزيين نتفنها في شكلها على قدر المستطع وحتى بالنسبة للسيرو إذا تبقى لكم سيرو وضعوها في التلاجة وغطيها جيدا تستعملو حتى الأسبوع مما يقع على الأول هناك نغطي جوانب الكيك وبالنسبة للجوانب يأتي بقوة بهذا الشكل تأخذوا غير الإطار الدائري وتقطعوا به الكيك وتحيدوا لديك الجوانب أنا خليتها كما هي يعني كما طابط بالمقلة هكاك حطيتها هنا وكنزينها نضعها في التلاجة تبرد غير واحد كما قلت لكم أنا كنت مزروبة عليها وهذه الكريمة اللي تبقت لي نضعها في البوش أو هذا القمح ونضعها في التلاجة واحد شوية تبرد وفي هذا الوقت نحضر القانش اللي نزينه بهذا الكيك عندي هنا 80 جرام من الشوكولات السوداء و80 مليلي لتر من الكريمة السائلة 20 جرام من الزبدة الحيوانية هم المكونات القانش وبالنسبة للتحضير أخذت الكريمة وضعتها في الإناء نضيف عليها الشوكولات السوداء ونضخلها الميكرو نداس أو الميكرو ويف يسخن يسخنوا هذه المكونات نخرجها ونحركها جيدا حتى يدب شوكولات ونساجم مع الكريمة شوكولات السوداء ونضيف الزبدة ونحرك يسخن الزبدة ونضيف الزبدة ونحصل على هده السائل بهذا الشكل يمكنك أن تحصل على هده السائل خليته هنا برد وحيد شوية وفرقته في هده القنيناة بلاستيك باش عمت بها هده أزين جوانب أزين جوانب ومتبق قلية من القاناش وضعته من فوق وضعه في الثلاجة أزين جوانب أزين جوانب أزين جوانب أزين جوانب أفضل مفاجأة لأنه يريد مفاجأة لأنه يريد مفاجأة وحضرت في وقت أصعده أزين جوانب أزين جوانب أزين جوانب أزين جوانب أزين جوانب فقط لماذا لا نزيين بهم هذه الطرطة هنا كان معايا ولدي ماشي اللي عنده عيد الميلاد هو اللي كان كيشاركني في رأي ديالو في تزيين ديال الطرطة نحاولو ندخل وليدتنا معانا المطبخة هما يعملوا معانا حقهم هيدا انا هنا كنت فنن يعني بالطريقة ديالي في تزيين ديالا تقدرو تتغنى على هذه الشيادة كامل توضعوا غير الموندفلي في الجوانب او الشعرية ديال الشوكلاة ومن الفوق توضعوا من بعض الخطوط من من الشوكلاة او خطوط من الكراميل يعني عندكم حسن اختيار في تزيين كل واحدة كتبدا كيف ما بغات انا شاركت معاكم غير الفكرة ديالي والطريقة ديالي هاد الشي هادا كنت بقى لي من مرة مرة كنشري الحاجات ديال هاد الشي هادا كنشريهم في التخفيضات وملي كيت تبقى لي هيدا شي جوجة ولا ثلاثة ملحم كل حبة كنوضعها فوق الدرطة كنزين بها الدرطة باش كنفرح بها ولي داتي وضعت علي هاد الحبيبات و هاد الشيكولة ديال كندر و يعني اللي متوفر عندي في الدار زينت به هاد الترطة هادا هادا هوا الشكل نهائي ديال الدرطة ديال ديال ترطة دابا نقطع عليكم واحد طرف باش شوفوها من الداخل كيفاش كتجي لأول مرة كتشاهد الفيديو كنقوليها مرحبا وألف مرحبا ما تنساش الضغط على الاشتراك وتبرتاجوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء للدعم وتعوم الفائدة للجميع وكنشكركم بزاف وإذا أعجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من لايكات ديالكم ومن تعليق ديالكم حتى مدعوات ديالكم عندما تلاحظوا كيفاش كتجي من الداخل كتجي رائعة كانت مننا كانت مننا تجربوها واللي جربتا ما تنساش تكتبالي نتحت في التعاليق عبر الصفحة ديالي في انستغرام باش نحط لها تطبيقات على الصفحة ديالي في انستغرام عندما تشوفوا كيفاش كتجي من داخل كما قلت لكم تقدروا توضعوا بالداخل يعني تقطعوا الكتكات أو الكيندير الطرف صغيرة وتوضعوها بين تورتة والكريمة عندكم حسن اختيار في التزيين كل واحدة تزيين كيفما بغت ولكن أنا متأكدة وإذا جربتوا هالكيكا وجربتوا هالتزيين غادي عجبكم بزاف وغادي عجب حتى ولداتكم كنتجي رائعة في الشكل وحتى في الماطق وكنشكركم بزاف على حسن المتابعة ومشاهدة الفيديو وحتى الآخر وكنقول لكم أحبكم في الله وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة